عايزة أسألك عن يعني إيه ليلة من شهر الشعبان يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم الله يا سلام هذه آية كريمة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون أشياء كثيرة جدا أولا نترجمها بالحديث ثم ننتقل الآية لنفهم المعنى سيدنا صلى الله عليه وسلم قال حديثا للصحابة أن الإنسان يجمع في رحم أمه نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح مسيرة خلق الإنسان بتمر على أربعة أشهر فيبدأ في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع في الشهر الرابع ينزل الملك الكريم الشريف وينفخ فيه الروح ويكتب اسمه وعمره ورزقه وشقي أو سعيد وفي روايتي مسلمين شقي أم سعيد كل يعني وكأنه الأردر بتاعه أو وكأنه لائحة الأعمال اللي حيعملها البلان اللي حيشتغل عليها هو ده عمرك خلاص الرزق بتاعه خلاص كل حاجة كتبت الله سبحانه وتعالى خلال العام ينزل أشياء أوقات ينزل فيها أرزاق إضافية وأوقات ينزل فيها الحق سبحانه وتعالى عطايا بسبب الدعاء وأوقات يرفع فيها الحق سبحانه وتعالى من البلاء يدفع الله سبحانه وتعالى البلاء فمن هذه الليالي المباركة أحيانا تنزل رحمات من الله سبحانه وتعالى وأحيانا تنزل أمور كتبها الله سبحانه وتعالى على خلقه إما أن يكون مرضا أو اقتارا في الرزق فقر أو انزعاج في الحياة أو ما شابه منها هذه الليالة المباركة في شهر شعبان ليلة يبرم فيها كل أمر حكيم ويبرم هذا الفرق فيها الله سبحانه وتعالى ينزل فيها الأشياء فالناس العلماء والصلحة أسلافنا من عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يعلموننا أننا نكثر في ليلة النصف من شعبان تحديدا الدعاء بثلاث مرات أولا قراءة سورة ياسين هي الليلة دي ليلة النصف من شعبان يروى أنها نزلت فيها هذه الآية فضلها طبعا كبير فيها ثلاث آيات نزلت في كل عام نزلت فيها آية آية نزلت فيها مرة هذه الآية الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم فيرفع الله سبحانه وتعالى ما نزل من البلاء على الناس طيب عندما يرفع الله سبحانه وتعالى بما يرفعه قالوا تقرأ سورة ياسين وتدعو الله قراءة سورة ياسين وما يتبعها من دعاء بإذن الحق تبارك وتعالى مستجاب فهذا المعنى لهذه الآية الكريمة هي ليلة من ليالي شهر شعبان يتنزل فيها من أمر الحق سبحانه وتعالى ما شاء فتستقبل فيها الخيرات وترفع إن شاء الله المضرات عنك ببحث الجودي والفضلي والبركة يا رب يا رب بها أنت يعني لما جيت مصر لقيت إزاي العادات والتقاليد هنا بتختلف عن العادات في الشام إيه المتشابه وإيه المختلف والله بصراحة الشعب المصري أقرب شعب للسوري بعادات وتقاليده يعني في حاجات تختلف لكن حاجات بسيطة يعني يعني زي مثلا عندكم الزواج البنت والشاب البنت بتجهز نفسها والشاب يجهز نفسها لأنه عندنا الشاب هو بيجيب كل حاجة أحسن والله يلا نداء للبنات ها نداء للبنات مباشرة برضو عندنا في ليبيا البنت عندنا السيدة يعني عظيمة من عظيمات البلد فلا تنفق شيء ولا تدفع شيء ما جابت ما تأتي به هو لها من باب الفضل لكن الحقيقة الشاب هو الممكن إليه كل الأعمال البيت التجهيزات الترتيبات كل الحاجات دي من الغرائب واللطايف دائما أنا أصحاب السوريين بقولهم هنا بيكتبوا الملعق والشوك والسككين والحاجات الأعمى آه بتتكتب يعني مفيش الكلام ده أبدا يعني هذه العادة موجودة في مصر وعادة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا الناس معتادوا قد ترفع في يوم من الأيام لأنها عادة من عادات البشر ليست قرآنا منزلة لكن هي أظن من اللطائف اللي ممكن مرة عليها أخي بهاء كتب في الحياة آه استغربت من فكرة الأعمى آه استغربت لأنه إحنا عندنا في سورة دائما أن الراجل هو بجيب كل شيء سبحان الله حتى برضو في عادات سبحان الله عندكم حلوة عندنا مش حلوة يعني زي مثلا عندكم الخطبة تتزاع على المآذن بتلاقي سبحان الله يوم الجمعة أنت سمع الخطيب اللي بيخطب في المسجد الفلاني أما عندنا لأجوة المسجد وحتى برضو عندكم في صلاة الترويح بيزيعوا الصلاة يعني لما تلاقي الإمام أصوات العيمة كما تفضل سيدي في رمضان تصدح بالقرآن الكريم بتلاقي سبحان الله حتى وانت ماشي في الشارع لو ما روحتيش صلاة الترويح هتلاقي صوت القرآن ماشي في البلد كلها سبحان الله بقديم العادات الجميلة يعني أنا بحشة في مصر وعادات م شاء الله جميل بس لأنا عجبيني عادات الزواجة عندك عجبتك جد أوفر أوفر أظه في زورت مرة جنوب شرق آسيا بعض القبائل في الهند البنت هي التي تدفع المهر كويس ان احنا بعيدة عن الهند يعني قريبين سوريا هي ما بتجهزش نفسها لو روحت الهند هي اللي بتدفع المهر يعني في الهند ستة اللي بتدفع المهر آآ طب الحمد للن نحن مشونه يعني عادات غريبة أذكر مرة زورت ماليزيا فكنت يعني واندونيسيا فأحضر عقد زواج هم صغار السن فكان يكتب على المقدون يكتب أنه سيدفع مئة ألف ربية لعملة بتاعتهم فانا تخضيت يعني شاب صغير حاجة بمئة ألف مئة ألف مرة واحدة فلما سألت فقلوا لهذه تساوي عندهم 13 دولار يعني ثمان صاندويتش في مطعم براند إنجليزي أو غربي فالمهورة عندهم يسيرة جدا لأجل ذلك ومتعدادهم أكثر من 280 مليون نسمة في بلاد اندونيسيا فسبحان الله العادات والأعراف تختلف من بلد بلد وكل شيء له مذاق حقيقة يعني تحويل القبلة في ليلة النص من شعبين الدروس المستفادة من ذلك برضو أحب أشكركم على كل سؤال لأن كل سؤال يحمل في طياته عمق عمق عظيم الحديث عنها تكلم عنها المتكلمون والعلماء وألفوا فيها وتصدرت في أخبار كثيرة لكن عندي ملحظ وهو ما أحتاجه لأننا في مصر جديد فعايزين الفيت أو عايزين الفهم اللي ما اسمعناهوش أو عايزين من الخطاب الديني المذاق اللي احنا محتاجين نفهمه حكتين آية وحديث الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك وجه من؟ ومن الذي يرى؟ الله سبحانه وتعالى يرى وجه حبيبه صلى الله عليه وسلم متقلب في السماء وهذه دلالة على ندرة تقلب وجه شريف في السماء بمعنى أنه كان دائما يطاطئ رأسه لا ينظر إلى السماء كثيرا فلما رفع وجهه إلى السماء وطلب من الله سبحانه وتعالى بلسان حاله لا بلسان مقاله لم يدعو يا ربي غير لكن كانت نيته إرادته الداخلية روح له الفداء أن تكون القبلة مكة المكرمة ولا يكون المسجد الأقصى هكذا يريد صلى الله عليه وسلم فقال الحق تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نعطيك القبلة التي أنت ترضاها يا رسول الله فالهاء هنا عائدة عليه صلى الله عليه وسلم والوجه وجه رسول الله ذكرنا في بداية المجلس وقلنا أن رسول الله لا يورث بل يجعل له خلفاء من الخلفاء قالوا الذين يعني يأخذون الخلافة في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى قال إن قد نرى تقلب وجهك في السماء قالوا إن لله رجال والرجال مقصودية الذكر وإنث إن لله رجال لو رفعوا حواجبهم لقضيت حوائجهم قبل أن يتكلم لما؟ لأنه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط رفع وجهه إلى السماء فأعطاه الله عز وجل ما يريد له رجال وله سيدات يتبعونه إذا رفعوا حواجبهم إلى السماء أعطاهم الله ما يريدون فهذا التحول الذي حصل في القبلة كنا نسجده اتجاه بيت المقدس عجل الله سبحانه وتعالى بتحريره عن قريب فحولها الله سبحانه وتعالى من بيت المقدس إلى أن تكون مكة المكرمة أحب البلدان إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف الجمال لما سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم خرج من أحب البلدان إليه وهذا أمر أظنه يعرفه من ترك بلده ومن خرج منها مرغما أو بإرادته مهاجرا في طلب العلم أو مهاجرا لطلب الرزق وما أكثر المصريين حول العالم كل مصري أراه في بلد من البلدان بقعد معه بلأي منه حنين لمصر مش طبيعي هم سيسمعون هذا الكلام وسيتذوقون هذا الكلام سيدنا صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة المكرمة ولو أن أهلي أخرجوني منك قال يعني لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ثم دعا بدعوة قال ربي قد أخرجوني من أحب أحب يعني أعلى من أحب البلاد إلي مكة المكرمة فلما تزور مكة المكرمة اعلم أنك في أحب البلاد إلى رسول الله فأسكني يا ربي في أحب البلاد إليك فمكة المكرمة محبوبة رسول الله المدينة المنورة محبوبة الله فلما تروح لسيدنا نبي في المدينة المنورة سيدنا نبي في ضيافة ربنا في هذه المدينة لأن المدينة المنورة كانت تسمى قبل قدومه الشريف إليها يثرب وقد نهين أن يقال عنها يثرب من التثريب لكنها اسمها المدينة المنورة به صلى الله عليه وآله صحبه وسلم فهو في ضيافة الحق تبارك وتعالى فالمدينة المنورة أحب البلدان إلى الله سبحانه وتعالى ومكة المكرمة أحب البلدان إلى قلب رسول الله فأراد أن يسجد اتجاهها هذا دلالة يعطينا معنى راقي حب الأوطان فيا مصري حب مصرك والشهيد أحمد منسلي دايما أنا أحبه وأجد في تاريخه أشياء جميلة جدا يقول انتصر لمصريتك يا مصري فإني والله لمصريتي لناصر إزاي المصري ينتصر لمصري حب البلد دي حب بلدك أحمد منسي رحمة الله يقول حب بلدك بلدك تحبك سبحان الله كيف تحب هذا البلد قدم لها قبل أن تسأل ماذا تقدم لها قدم لها ولائك حبك عطائك لأنك في الآخرة ستدفن فيها تعلمي سيدتي أن علماء الدنيا جاءوا من أقاص البلدان ليدفنوا في مصر اذهبي إلى الأقصر واسألي عن أكبر مسجد فيها وأكبر إمام فيها سيد عبد الرحيم القناء سمي بالقناء نسبة لقناء لكن في الحقيقة هو ليس مصري سيد أبي الحسن الشادلي في بلاد حميثرة في تلك الجبال الطيبة المباركة ليس بمصري سيد الإمام البصيري سيد المرسي أبو العباس سيد يقوت العرش أعلام كثر في هذا البلد المبارك سيد أحمد بن عطائل السكندري كلهم وفدوا لما أحبوا هذا البلد الكريم لما؟ لأن تجلى الله سبحانه وتعالى فيها لأن فيها نهر من أنهر الجنة فيها السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها فيها السيدة زينب التي دعت لهذا البلد المبارك دعت خمس دعوات زي ما بيقوله المصريين كده بالبلدي ودايما بقولها لهم بقولهم لما تدخل في حارة وتلاقي خناء كده حتلاقي واحدة ست كده من أهل مصر بتقول أنا لي يا جميلة في كل بيت عايزها تتردل النهاردة في الست دي أو في الراجل ده السيدة زينب لها جميلة على كل واحد مصري دعت رضي الله تعالى عنها وارضها قارت اللهم يا أهل مصر نصركم الله كما نصرتمون دعوة بنت بنت سيدنا النبي أواكم الله كما آويتمون أعانكم الله كما أعنتمون جعل الله لكم من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج خمس دعوات من السيدة رضي الله تعالى عنها وارضها دفن فيها سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضها وحدثي ولا حرج من الناس كيف لا تحب هذه البلد كيف وقد مرت بها العائلة المقدسة كيف وفيها آل بيت رسول الله كيف وفيها البقيع الثاني بهنسة في المينيا كيف وكل ما تتجول فيها تجد فيها تاريخ كل حجر ترفعه في مصر يحدثك بتاريخ صحيح عجيب هذه البلد كيف لا تحب كيف لا تحب وفيها آيات محكمات في القرآن الكريم أتعجب من المصر الذي لا يحبها ويسأل هي ماذا أعطتني ماذا قدمتني لا تقول هذا فإن قلت هذا فأنت مرتزق إذن لو دولة ثانية أو بلد ثانية أعطتك مالا ستحبها لماذا لأنك تحب المال لا الحب سيدتي حكتين إما أن يكون حبا كسبي أو حب وهبي الوهبي ده من ربنا سبحانه وتعالى لأنك تحبها لله سبحانه وتعالى الحب ببقى غير مشروط لكن الحب المعلل ده إشكالية ومصيبة كبرى الناس الذين يحبون شيء لعلة إذا زالت العلة زال الحب فأنت تحبها عشان تعطيك طيب لو ما أعطتكش أنا ما بحبهاش طيب مامتك بتحبها عشان إيه حب وهبي من الله سبحانه وتعالى باباك بتحبه ليه حب وهبي أخوك بتحبوا ليه حب وهبي لا أنا بحبهم عشان أطعموني وسقوني طيب لو ما أطعمكش وسقوك أنا مش بحبهم هذا الحب المعلل إشكالية كبيرة جدا فهو سؤال عجيب للمصري حقيقة دائما بعض يعني لاحظي الفنانين العلماء المشايخ الدعاة المنشدين الآن كلهم الذين يرنون إلى مصر ما أظن فيهم واحد لا يطمح ولا يحلم بالجنسية المصرية كلهم يريدون هذا البلد وأهل البلد قد ترى منهم العجب أنه عنده إشكالية في ولائه لهذا البلد الكريم الطيب المبارك كيف لا وقد ذكرت في القرآن تصريحا وتلميحا العلماء قالوا خمسة ووصلوها إلى خمسمائة مرة ذكرت في هذا البلد الكريم المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والرخاء والسخاء ظاهرها وباطنها يا ربي يحفظها شرقها وغربها برها وبحرها وجوها وأعوذ بك ربي أن تغتال من تحتها بزلازل أو ما شابه يا حي يا قيوم وأنا لو لي ملك في هذه البلد الكريم أنا أول ما وفدت عليها لم أشتري فيها ملكا لا أمتلك فيها شيء إلا شيء واحد فقط مدفن طلبت من أسرتي أني إذا توفاني الله سبحانه وتعالى أن أدفن في هذا البلد الأمين